اهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج التسعة عشرة تمتد على مدار ساعتين نناقش فيهما أهم أخبار هذا اليوم في آخر التطورات الميدانية على الأرض في السودان وبعد نحو خمسة أسابيع من الاشتباكات عاد الهدوء الحذر إلى مدينة أمدرمان عقب اشتباكات وقصف مدفعي نفذه الجيش على مواقع تمركز قوات الدعم السريع وذلك في محيط مقر الإذاعة والتلفزيون ومناطق جنوبي المدينة أيضا كما أيضا تحدث شهود عيان تحدثوا عن ضربات جوية وذلك جنوب أمدرمان وشمال بحري فيما تواصلت عمليات السلب والنهب في سوق أمدرمان الكبير واستطهامات لقوات الدعم باقتحام المشافي والمشآت الصحية أما في مدينة نيالة عاصمة جنوب دارفور فأفادت مصادر الحدث بتوقف القتال بعد معارك دامية خلال اليومين الماضيين خلفت عشرات القتلى من المدنيين الصراع في السودان في شهره الثاني خريطة المواجهات تتسع وتتسع معها معاناة السودانيين مقاتلة الجيش شنت هجمات على ضواحي العاصمة الخرطوم وجنوبي أمدرمان إضافة إلى شمالي الخرطوم بحري ووقعت اشتباكات أيضا في منطقة شارع النيل وسط الخرطوم وفي إقليم دارفور كانت مدينة نيالة عاصمة ولاية جنوب دارفور مسرحا لمواجهة عسكرية ومعارك دامية في المدينة حيث اندلع قتال بري هناك قوة الجيش أعلنت سيطرتها على المدينة بعد اشتباكات مع قوات الدعم السريع واستهداف حمية نيالة العسكرية كما شهدت مدينة زالنجي في ولاية وسط دارفور اشتباكات مسلحة بين قوات الدعم السريع والجيش وبينما يدخل الصراع أسبوعه السادس تحصل بلاد قتلاها فبحسب نقابة الأطباء السودانيين تجاوز عدد القتلى ثمانمائة وخمسين شخصا مدنيا فيما أصيب أكثر من أربعة ألاف وثلاثمائة وتسعين شخصا حصيلة الضحايا قد تكون أعلى بكثير وفق أطباء خصوصا في ظل صعوبة الوصول إلى جميع المستشفيات تحديدا خارج العاصمة لحصر جميع الوفيات أو الإصابات بدقة سياسيا تتواصل في جدة المحادثات غير المباشرة بين مبعوثي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وذلك برعاية سعودية أمريكية لبحث وقف إطلاق النار وتمديد الهدنة وفتح الممرات الإنسانية أيضا هذا توقع المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير شريف محمد عثمان توقع الإعلان عن اتفاق هدنة جديد بين طرفي الصراع يمتد لعشرة أيام ويخطع لآليات مراقبة دولية لافتا إلى أن الاتفاق الجديد يجتمل على ثلاثة مبادئ تبدأ بتثبيت وقف إطلاق النار ثم البحث عن آليات توافق عليها الطرفان وأخيرا المرحلة الثالثة التي تركز على العملية السياسية في البلاد هذا وأصدر أيضا مالك عقار النائب الجديد لرئيس مجلس السيادة الانتقالي أصدر بيانا أعلن فيه قبوله لمنصب هذا المنصب الذي تم تعيينه فيه بعد إقالة محمد حمدان داجلو بمرسوم من البرهان وأكد عقار أنه وأيضا قال أن تعيينه ليس ليكون بديلا لأحد وقال أنه لا ينحزى لأي طرف كما شدد مالك عقار على أنه سيعمل مع كافة السودانيين وأيضا الأطراف الإقليمية والدولية لإيقاف الحرب بشكل دائم يضمن السلام والاستقرار في السودان كما دعا إلى ضرورة العمل على استكمال مسار التحول المدني الديمقراطي على أسس تضمن مشاركة جميع السودانيين دون إقصاء فيما تهمت قوات الدعم السريع أيضا اتهمت مبعوث رئيس مجلس السيادة إلى القمة العربية السفير دفع الله الحاج علي بتقديم معلومات وصفتها بالكاذبة والمضللة التي تخالف الحقائق على الأرض رغم ترحيبهم بالبيانة الختمية لقمة جدة وإعلان جدة الله أكبر الله أكبر ولا نعمل هين الجمهراء ولا نعمل هين الجمهراء النصر الغوات المسلحة النصر الغوات المسلحة اتصارات الفرقة 16 مشاعر يقدم المبعوث الأممي إلى السودان تقريراً للأمين العام للأمم المتحدة حول الوضع في السودان غداً الأثنين أمام مجلس الأمن ويغطي تقرير التطورات التي شهدها السودان في الفترة الممتدة من التاسع عشر من فبراير إلى السادس من مايو الجاري للمزيد عن هذا التقرير هذا التقرير تقرير الأمم المتحدة ربع السنوي تضمن العديد من الملاحظات وذلك عن الوضع في السودان وأبرزها عن الصراع الذي اندلع منذ منتصف شهر أبريل الماضي وكان أيضاً متوقعاً في هذا الموضوع فقد تم رسم هذا التقرير رسم صورة قاتمة عن الوضع في السودان وذلك بسبب الحرب المتواصلة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لكن اللافت في هذا التقرير هو القلق البالغ الذي أبداه من المعلومات التي تؤكد سعانة طرفي الصراع ببعض الجماعات المحلية والمسلحة وتعبئتها للقتال في صفوفها وحذر التقرير الأممي من أن أي تجيش قبلي قد يفضي إلى مزيد من الانقسام فضلاً عن الإطالة إطالة أمد الصراع وتجنباً لهذا السيناريو جددت الأمم المتحدة بدورها دعوتها إلى جميع القبائل السودانية بالحفاظ على حيادها وعدم الانحياز لأي من طرفي الصراع وعلى الصعيد السياسي حذر التقرير من ضياع الجهود المبذولة منذ سنوات لتحقيق الانتقال السياسي وتنفيذ اتفاق جوبة وإرساء سيادة القانون والتنمية الاقتصادية دع التقرير كل من البرهان وحميتي لوقف الاقتتال فوراً وأطلاق حوار يفضي إلى تسوية سلمية لهذه الأزمة وذلك مع التحذير من أن استمرار القتال لا يؤدي إلا إلى مزيد من الانقسام وتفتيت المجتمع وزعزعة الاستقرار فيه والاستقرار الإقليمي أيضاً أما على الصعيد الإنساني فعبر التقرير عن القلق المتزايد من استمرار محاصرة المدنيين في المناطق الحضارية التي تشهد اشتباكات محذراً من ارتفاع عدد القتلى والجرحى وذلك في صفوف المدنيين كما شدد على ضرورة السماح بعبور آمن للمدنيين من مناطق القتال وحصولهم على الغذاء والإمدادات الطبية فيما حث أيضاً طرفي الصراع على الالتزام بالقانون الدولي وحماية المدنيين وموظفي الأمم المتحدة والعملين في المجال الإنساني مع الدعوة لفتح تحقيق شامل في عمليات استهداف المدنيين والأعمال المحظورة بموجب القانون الدولي وتقديمهم للعدالة اشتركوا في القناة الحديث عن كل هذه التطورات في المشهد السوداني والوقوف على أبرز المستجدات فيها ينضم إلينا الآن من لندن ضيفي من هناك الكاتب الصحفي السوداني خالد العيسر سيد خالد تحييطيب أهلاً بك دائماً على شاشة الحدث بداية نسأل عن التقرير الأممي الذي صدر هذا التقرير الربع السنوي والذي يبدو يعطي أهمية كبيرة للملف السوداني برأيك الأمور التي خرجت عن هذا التقرير هل ستبدو المزيد من الضغوط على الأطراف السودانية لوقف الصراع؟ التحية لك ولمشاهديكم والكرام بالتأكيد بالنظر إلى النقاط التي أثار هذا التقرير واضح أن البحثة الأممية تريد أن تثبت بعض المفاهيم التي ظلت تدافع عنها لفترات طويلة وهي التي أدت إلى انسداد الأفق هي حتى في هذا التقرير تعاملت على استهيام الخروقات التي ارتكبت في هذه الحرب من قبل قوات الدعم السريع ولم تسمي الجاني بصورة مباشرة وتعلم أن الإشارة الضمنية لمساءلة من ارتكبه جرائم في حق الشعب السوداني هي موجهة للطرف واحد لم نشهد طوال هذه الأيام التي انقضت من الحرب أي مخالفة للقوات المسلحة الرسمية الجيش الوطني وشهدنا آلاف الفيديوهات لخروقات ومخالفات واضحة بدءا من اختحام السفارات والملحقيات الثغافية كما حدث للمملكة العربية السعودية وسفارة قطر وقتل الغنصر المصري والدخول في المستشفيات وترضى المدنين من الدورة الصحية واتخاذ المدنين دروع بشرية وأسرى المواطنين العزل كما حدث في عدد من الأماكن هي جميعها خروقات كان يجب على البحث الأممية أن ترفغها في هذا التقرير لا يجب أن تتعامل معها على استحياء وتغضى الطرف عن هذه المخالفات الأساسية وتعلم أن المشروعية الأساسية وفق غانون الغوانين الأمم المتحدة منذ عصبة الأمم والغوانين الأولى التي رسخت لهذه المنظومة الدولية هي تتحدث عن حقوق الإنسان وحماية المواطنين وبالتالي أنا في تقديري شخصي أن البحث الأممية ممثلة في فولكالبريس ما تزال تمارس ذات السياسات التي انتهت بالسودان إلى هذا النفق الذي انتهى إلى هذا الصراع لتمترسها حول قضايا بعينها ولكن نحن نأمل أن تقوم بحثة السودان في الأمم المتحدة بتوجيه أصابع اللوم وتحديد مواطن الخلل في ممارسة البحثة الأممية ونأمل أن يفتح فولكالبريس ممثلة الأمم المتحدة صفحة يديدة هذا ينعاد إلى السودان ونعلم أنه ربما في القريب العاجل ستنتهي فترة التكليف ولكن المطلوب من الأمم المتحدة أن تتعامل بحيادية في هذه المعركة التي هي معركة حياة أو موت بالنسبة للشعب السوداني معركة تحرير إرادة وطنية من تدخلات خارجية وغزو خارجي واستخدمت فيه أفشع الوسائل لكي يعرضخ الشعب السوداني لما لا يرغب فيه قبل الدخول بالأزمة السودانية ومساعي الهدنة وأيضا كل الجهود المبذولة نتحدث عن هذه الجزئية التي ذكرت فيما يتعلق بالإدانة على الصعيد الأممي على المستوى الأممي البحث في هذه الانتهاكات والتحقيق برأيك هل من السهل اتخاذ أي خطوات بهذا الشأن لإجراء أي نوع من التحقيق ضد أي جهة في السودان في ظل الظروف القائمة وعدم وقف إطلاق النار هو بالتأكيد يعني تتحرك العديد من الأجسام والتنظيمات والنخبة السودانية القانونية لو زي عكسر أنها تتحرك لتعد ملفات ضخمة ومكلفة للغاية لكل من ارتكب جريمة في حق الشعب السوداني وكل من تورد في هذه العملية سينال عقاب ليس فقط من الحكومة السودانية التي ربما لديها علاقات وقنوات دبلوماسية تريد أن تمرر عبرها علاقات على أجل بعيد لا أوراكا في أوروبا وفي أمريكا نخب السودانية ومكاتب ودوبيوت خبرة غضائية وغانونية ستلاحق دول وتلاحق أفراد لأن الخصائر التي بلغت في السودان مليارات الدولارات لا يجب أن تمر مرور الكرامة وهناك من هم يعدون ملفات لمسالة غانونية تتصل بالغانون الدولي بل هناك أفراد سيطالبون دول تورطت في هذه العملية بطعوضات كبيرة وبالتالي هذا الملف لن يكون كسابغات من الملفات وهذا يتطلب موضوعية من كثير من الجهات التي تورطت في هذه العملية التي ساءت كثيرا للعلاقات السودانية مع بعض على المستوى السياسي وداخليا مع قوات الدعم السريع نسأل عن التطورات المحلية بدايتان تعيين مالك عقار نائب لرئيس مجلس السيادة قالت سيد محمد حمدان دقلو هل ستؤثر على مسار المفاوضات في جدة برأيه لا بالتأكيد لن تؤثر مالك عقار شخصيا عرف عنه أنه رجل حكيم منذ أن جاء إلى السلطة نحكم عادة من خلال الممارسة السياسية ليست لدينا علاقات خاصة حتى نشجع طرف ونخاصم الطرف الآخر عادة ننظر من منظور وطني خالص مالك عقار منذ أن جاء إلى الخرطوم تصرف بمزئولية وطنية عالية سلم قواته ودمجه وكان حريصا في مخاطبة صوت العقل في الشرائحة المكونة لمسرح الحياة السياسية في السودان تحدث عن ضرورات السلام وضرورات فتح صفحات جديدة من الوفاق الوطني شاهدنا العديد من التصريحات التي كانت عنوين بارزة وبالتالي هو ليس في خصام وغطيعة مع قوات الدعم السريع أو كما هو صرح تماما على اتخاذ الحياد وعدم كون تعيينه هو بديل لطرف آخر الحديث عن الهدنة أيضا يعود إلى الواجهة من جديد هدنة جديدة لربما من عشرة أيام ما هي فرص الالتزام بهذه الهدنة وعدم السماع عن اشتباكات وتأمين أيضا الممرات الإنسانية وتقديم المساعدات اللافت في ما ذكرت أنت في أخبارك منذ قليل أن حتى قوات الدعم السريع أصدرت بيان يؤيد مخرجات القمة العربية وقمة إعلان جدة بالأمس القمة نفسها رفضت فكرة التدخل الخارجي وأن الأزمة شأن داخلي وأمرت على قضايا كثيرة من بينها شرعية الحكومة وبالتالي واحترام السيادة الوطنية وبالتالي أنا في تقديري أن يعني دور المملكة العربية السعودية وقرزلنا أن نردد هذا الحديث من وايخ معرفة لديها قبول ومقبولية وازع على دلاوصات السياسية والمجتمعية في السودان وبالتالي أنا في تقديري الشخصية أن إمكانية حدوث هدنة أمر واقع وربما تتحقق في الساعات أو اليام المقبلة ولكن بالتأكيد ليست هدنة لحل سياسي جديد المملكة العربية السعودية وكل الدول التي لعبت دور الوسيط في خلال الفترة الماضية أدركت أن الأزمة السودانية أعقد من تلك الرؤى التي تقدمت بها بعض المكونات وبالتالي أنا في تقديري الشخصي أن إمكانية حدوث هدنة وارد هدنة إنسانية وحتى الوفد الذي يفاوض باسم القوات المسلحة السودانية هو وفد فني ليضع شروط لمرمرات إنسانية وكيفية وصول القزاء والدواء ولكن أنا لاحظت من خلال متابعة للأخبار في شاشتكم وعدد من الشاشات أن هناك بعض الغوى المدنية التي تريد أن تتكالب ظهرت من جديد لتصرح أن الهدنة ستحدث هنا أو هناك ولديهم معلومات يجب أن يعلموا الآن وليس غدا أن المسرح السوداني الحال أنا أقول لك ذلك عن معرفة لن تعود عقارب الساعة إلى الوراء إلى ما كان عليه الحال قبل 15 أبريل لو نططوا بالسوداني نحن نقول مهما فعلوا لن تعود تلك الغوى السياسية مرة أخرى من جديد لتأمر الشعب السوداني ولكي تسجل أسماء وهمية وأسماء وهمية لكي تتحدث في الشاشات وتملأ الدنيا ضجيجا لكي تصل بالبلاد إلى هذه الدرجة من القتال بين المكونات العسكرية لن يعود التاريخ إلى الوراء سيحدث وفاق وطني سوداني شامل لا يستسني إلا من طورت في جريمة إنسانية وقتل أو سرق أو نهاب مع العام ولكن فكرة أن يخرج مجموعة من الشخصيات التي كانت غير معروفة في المسرح السياسي لكي تملأ الدنيا ضجيجا عبر وسائل الإعلام والشاشات العربية والأجنبية ووسائل الإعلام الإلكتروني هذا لن يحدث خذها مني أنا الآن لن تعود عقاربة ساعة إلى الوراء كما هو الحال قبل 15 أبريل مهما كلف الأمر مهما كلف الأمر في السودان الشعب السوداني الآن كله على قلب رجل واحد لن يقبل بعودة هذه النخبة السياسية الفاشلة التي دمرت البلاد وليس هناك دمار أكثر من الذي حدث في السودان وبالتالي نحن نخاطب صوت العقل في هؤلاء الذين ادعوا أنهم أصحاب الملكية الفكرية في ابتداء الرؤى والأفكار السياسية التي تحرك السودان أن يعودوا إلى صوابهم أن هذا الوطن لأربعين مليون فرد وليس مجموعات كانت تعمل في أوروبا هنا وفي أمريكا نحن نعلم ماضيهم وحاضرهم وبالتالي يفتح المساحة واسعة ويقبل أن يكونوا جزءا من كل وليس جزء من يتفرد بالساحة السياسية لكي يملي شروطه وشروطه على الآخرين كل الشكر لك أستاذ خالد على كل هذه التفاصيل حدثني من لندن ضيفي من هناك الكاتب الصحفي السوداني خالد الإعيسر شكرا جزيلا لك مشاهدينا تست عشرة مستمرة وفيها أيضا بعد قليل وزير الداخلية اللبناني يؤكد للحدث عدم النظر لأي ضغوط خارجية فيما يتعلق بتسليم رياض سليم اشتركوا في القناة العناقل من دن تراقي المحدور من الشهداء والجرحة لا نرد إلا حقا هو العيش الكريم والحياة تتكلمة لك وفي كل وقت حدث يغير شيئا ما في حياة أناسك في قرارات قادة وفي مصابر دول لأن لكل خبر تداعيته تابع الحدث في مكانه وزمانه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة رياض سليمه المحى مصدر رسمي رفيع المستوى في تصريحات للحدث إلى أن المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قد يحدد يوم الثلاثاء المقبل موعدا لجلسة اشتجواب سليمه داخل النيابة العامة التمييزية بعد صدور مذكرة من الانتربول بتوقيفه وبدأ القاضي عويدات بمطالعة نسخة النشرة الحمراء التي طلبت فيها فرنسا بتوقيف سليمه والتي حولت الخميس الماضي تم تحويلها من وزارة الداخلية اللبنانية إلى نحو لنيابة العامة التمييزية كما أوضح المصدر الرسمي للحدث أن القضاء اللبناني لم يسلم مواطنا لبنانيا إلى دولة أخرى في قضايا سابقة ما يرجح أيضا يرجح وفق متابعين ومحللين أن يسلك القضاء اللبناني المسار نفسه في قضية حاكم مصرف لبنان ويمتنع عن تسليمه لفرنسا باعتبار أنه مواطن لبناني من الدرجة أو بالدرجة الأولى حتى لو كان يحمل جنسية فرنسية على أن يطلب يطلب محاكمته على الأراضي اللبنانية فقط فيما أكد مصدر أمني للحدث أن إشارة منع السفر عن حاكم مصرف لبنان رفعت قبل خمسة أيام من موعد جلسة باريس بطلب من القضاء اللبناني وتم تعميمها على مختلف الأجهزة الأمنية وإبلاغ سليمه بذلك وحول إمكانيتي أيضا ممارسة فرنسا ضغوطا على لبنان بغرض تسليمها حاكم مصرف اللبنان المركزي رياض سليمه أكد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي وذلك في مقابلة مع الحدث أكد أن لبنان لن ينظر لأي ضغوط خارجية وسيتعامل مع مذكرة الأنتر بول هذه التي صدرت بحق سليم بحسب القوانين اللبنانية ما تقوم به فرنسا لجهة الضغط أو لجهة عدم الضغط نحن لا ننظر إلى الموضوع من هذه الزاوية نحن بالنسبة إلينا صدرت مذكرة عن القضاء الفرنسي لم نتبلغها كما هي لم يبلغنا القضاء الفرنسي تعميما بهذا الموضوع إنما الموضوع مختلف الموضوع هو في منحة آخر وفي مسار آخر نحن نتحدث حاليا عن نشرة حمراء صدرت عن منظمة الإنتر بول الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن ضيفي من بيروت وزير العدل اللبناني الأسبق شارز تحية طيبة مع الوزير أهلا بك دائما على شاشة الحدث إذن هذا الموضوع الذي شغل بين اللبنانيين أهلا وسهلا الجميع يبحث عن أسئلة في هذا الموضوع بداية برأيك هل نحن أمام إشكالية قانونية أم سياسية في المقام الأول طبعا الموضوع يجب أن يكون قانوني وفقط قانوني هنا نذكر بأن الأنتر بول ليس سلطة قانونية بل سلطة أمنية دولية أنتر بول يعني البوليس الدولي وبالتالي تنفيذ أو عدم تنفيذ مذكرة صادرة عنه يعود إلى نظام الأنتر بول الذي وفق عليه لبنان لأنه لبنان هو عضو أيضا في الأنتر بول قبل كل شيء أود أن أقولكم أن هذه الفضيحة المهينة تزعجنا نحن اللبنانيين وتسبب لنا تسببت بإحراج كبير لدى الرأي العام الخارجي العربي والدولي وطبعا هنا الموضوع يتجاوز بكثير شخص رياد سليمي أنا لن أتناول موضوع الشخصي لرياد سليمي لا يهم أن الأمر هذا شأنه أما ما يجب قوله أنه ماذا حصل ما حصل في البنك المركزي أيام رياد سليمي ليس سوى نتيجة انهيار النظام السياسي اللبناني طيب نتيجة الممارسات السياسية للطبقة الحاكمة أو للطاقبة الحاكم في السنوات العشر الأخيرة والذي قسم لبنان بدل من أن يكون لبنان شعبا واحدا أصبح لبنان 18 شعب يعني عدد الشعوب عندنا هو عدد الطوائف فأصبح من الصعب أن تلاحق المرتكب الماروني ما لم تلاحق مرتكب شيعي أو درزي أو سني آخر طيب معلوز هنا تكبلت الدولة بالنسبة لهذه القطة من منظور قانوني بحت هل يوم لبنان مضطر لتسليم رياض سليمي للجانب الفرنسي أم لا يعني بعد كل الضجة التي حصلت يعني هل يعقل أنه لبنان لا يفعل شيء بناء هذه القضية التي ملأت صحف العالم جميعا في فرنسا وغير فرنسا هل يعقل أنه يبقى لبنان مكتوف في الأياد الموضوع تجاوز بكثير أنه واحد تكنيكية القضائية إلى موضوع أخلاقي سياسي ديبلوماسي يجب أن ننظر إليه من هذه الزاوية ونتجاوز القضايا التكنيكية الصغيرة طيب الجانب اللبناني يقول أنه حتى في في قضايا سابقة لم يسبق أن سلم أي من مواطنيه ولو يحمل الجنسية الفرنسية سيد سلامي لم يسبق لبنان أن سلم أي من مواطنيه أي جانب لبناني يقول ذلك التصريحات الرسمية حتى الآن أي جانب أي جانب لبناني قاد ذلك يعطينا قضية بحجم هذه القضية هلأ ممكن طبعا أنه يختبئ الإنسان وراء القضاء اللبناني كما أنه هل يطول القضاء اللبناني أظهر في الفترة الأخيرة خضرة على ملاحقة هكذا ارتكابات يعني هلأ يقولون أنه نحن لن نلاحق ولن نطبق قرار الأنتربول ما لم يوافق القاضي اللبناني على ذلك هل يطول القاضي اللبناني أو القضاء اللبناني برهن بالفترة الأخيرة عن قدرة وعن جدارة وعن كفاءة على هذا المستوى أنا بسكر عندما كنت وزيرا للعدل أنا الذي عملته من أجل إنشاء المحكمة الدولية لمحاكمة قتلة رفيق الحريري فعلنا ذلك لماذا؟ لأننا كنا نعيب أن القضاء اللبناني غير قادر على ذلك على محاكمة القائمين الذين قاموا بهذه الجريمة الفضيعة يعني يعني اليوم صار القضاء اللبناني قادر على على قضية سليمي يعني لا تعويل على على الجلسة الثلاثاء مع القضاء اللبناني تنشوف تنشوف يقولون أنه رياض سليمي بده يستهنف قرار الأنتر بول مع أني أنا قلتلك أنه الأنتر بول ليس سلطة قضائية هو سلطة بوليسية أمنية تنشوف شو بده أن يعملون وأكد هنا أنه الموضوع يتجاوز بكثير رياض سليمي طيب هل هناك أي مجال من تفضل تفضل أنت هل هناك أي مجال من المقارنة بين قضية كارلوس غصون ورياض سليمي قضية مين كارلوس غصون ورياض سليم شو لك على هيدا بهايدا يعني إذا أراد رياض سليمي أن يضع نفسه على مستوى كارلوس من الأهمية على الصعيد الاقتصادي فيكون مخطئا أظن أنه القضية أبسط من ذلك بكثير كان عندك حاكم لمصر في لبنان مصر في لبنان يختزل جميع العمليات المصرفية في لبنان القيم على هذه الأموال عندما يقوم بما يتهم أنا ما أقول أنا مش عم بول أنه رياض سليمي ارتكب عم بول أنه رياض سليمي متهم بالقيام بذلك أنا عم شاهد بعض سؤالة سؤالة البقارنة بين رياض وكارلوس غصون أنا أظن أنه قضيتين مختلفتين كليا كليا ما في علاقة بين هيد وديكي طيب وإذا أراد رياض سليمي أن يقارن نفسه بكارلوس غصون يكون هو مخطئا طيب اليوم القضاء الفرنسي يتخذ زمام المبادرة في تحقيقات في هذه التحقيقات فيما تعلق برياض سليمي هل نحن أمام أزمة كان يجب التعامل معها على المستوى المحلي في المقام الأول في لبنان قبل أن يتدخل أي جهة خارجية طبعا كان على القضاء اللبناني أن يتحرك هو ولكن بعد أنه عدم قيام القضاء اللبناني بواجباته جعل القضاء الفرنسي هو يضع يضعه على هذه القضية طيب الموقف اللبناني اليوم من المجتمع الدولي موقف اللبناني بعد الرسمي هل سيكون محرجا أمام المجتمع الدولي أمام الاتفاقيات الخضائية التي وقعها ما بدنا بالحكومة لبنان؟ الشعب اللبناني محرج الشعب اللبناني يشعر بإحراج كبير أمام المجتمع الدولي والعربي هذه الفضيحة مهينة لنا جميعا في لبنان بعد ما حصل جراء هذه القضية كيف نعيد بناء سقة العالم بالاقتصاد اللبناني وبالمصارف اللبنانية؟ بتاخد عشرات السنين هذه ماذا عن المؤسسات القضائية اللبنانية؟ يعني هناك إشكالية على مستوى قضائي على مستوى سياسي على مستوى اقتصادي أيضا على المستوى الاقتصادي اللي كنت عمشير إليه هلا نهارف السقة بالنظام المالي المصرفي اللبناني وتعرف أنت أنه الازدهار المالي والاقتصادي يقوم على عنصر السقة وهي السقة بتاخد عشرات السنين اللي تبنى رأس المال جبان النظام المالي المؤسسة المصرفية أساسات المصرفية اللبنانية أنفقت السنوات والسنوات منذ الانتداب لتبني هذه السقة بها لدى العام العالمي حلق إعادة هذه السقة سوف تستغرق سنوات وسنوات وسنوات طيب مع الوزيرة أشرت في بداية حديثك أنه لبنان يتكوى من ثماني عشرة طائفة ولا يجوز محاسبة مسؤول من طائفة دون محاسبة مسؤول لا لا أنا ما قالت لك ماذا عنايت بذلك؟ أقول بأنه هناك من يق... أنا لم أقل بذلك أنا قلت أنه في بعض الناس يقولون ذلك في كتير ناس بتقول طيب لماذا بتحكمه هذا المسؤول الماروني؟ ما في شيعي ارتكبه ما ارتكبه هو ما في درزي عمل نفس الشي ما في سني عمل نفس الشي وقلت ذلك هو بالحقيقة شي مؤسف هذا نتيجة انقسام الشعب اللبناني إلى شعوب عديدة وإلى عجز الحكام في لبنان في السنوات الأخيرة عن بناء كتل سياسي عابرة للطوائف طيب اليوم فتحوا الباب لهذه الانقسامات ختاما مع الوزير هل هناك أي مخرج لقضية رياض سليمي برأيك؟ طبعا في مخرج دائما دائما أضيه بهذه الخطورة يجب على القضاء اللبناني هو الآن يعني بالتعاون مع القضاء الأجنبي يعني القضاء الفرنسي إيجاد مخرج يعني أن يدرك رياض سليمي علما أنه رياض سليمي ليس سوى القسم العائم العائم لجبل الجليد في القسم المغمور لجبل الجليد الذي أوقع رياض سليمي بما وقع به وهو الطاقم السياسي الذي تسبب بكل ذلك والذي لم يستطع أو لم يجرؤ رياض سليمي عن الوقوف في واشهه يعني المهم القسم المغمور من جبل الجليد وليس فقط القسم العائم يعني رياض سليمي يعني إذا عقبنا رياض سليمي ما منكون حلالنا نمشلي يجب أن نعالج الأسباب السياسية العميقة لهذه الأزمة الاقتصادية مشكلة رياض سليمي أنه ما كان حاكم مصرف لبنانيا ما كان حاكما كان محكوما ولم يتجرأ على الوقوف في وجه هؤلاء نعم كل شكرا لك مع الوزير على كل هذه المعلومات حدثني ضيفي من بيروت وزير العدل اللبناني الأسبق شار رزق شرك رنجزيا لك تسعة عشرة مستمرة وفيها أيضا أردوغان يؤكد الانسحاب من سوريا غير وعرض حاليا الحصيلة حتى الآن سقوط خيرسون أمام ريو بيل الميناء المحاصر بعض الناس لم يجد أي طريقة للقروض من هذه المناطق ومدمرة ما يحدث حتى على الحدود البولندية مليونين و57114 دخل الأراضي البولندية حتى الآن تم السلطر على 50% من مدينة ماريو بيل قبل أقل من ساعة من الآن فضيفة كنت معنا وسمعنا سويا صوت انفجار كبير وبالتالي هذا يفسر هل ما زالت الممرات الإنسانية آمنة لديكم ما يكفي مثلا من القدرات الدفاعية طبعا من الأسلحة التي أتت من الغرب هذا هو الحصار روسيا تحاصر المدن الكبرى الآن أيضا وأنا أتحدث إليك أسمحي افجار آخر في هذه الضحة روسيا بدأت تستعمل صواريخ استراتيجية سكاندر وفورشفا ويقلب واشنطن منذ اليوم الأول لأنها استطاعت أن تشكل تحالفات إن كان هناك أي إجراءات اقتصادية تم اتخاذها مع الصين نشاهد حزمة العقوبات الرابعة الخامسة على الطاولة هي طفولة لا تعرف الحروب العنف القسوة لا تعرف الكراهية لكنها تدفع ثمن كل ذلك أهلا بكم من جديد مع اختراب موعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية التركية في الثامن والعشرين من الشهر الحالي نهاية هذا الشهر يسعى كل من الرئيس رجب طيب أردوغان ومنافسه كمالك لتشدار أوغلو لاستقطاب المزيد من أصوات الناخبين عبر رفع حدة خطاباتهما ووعودهما أيضا للأتراك ويبقى ملف اللاجئين السوريين المقيمين في الأراضي التركية يبقى الورقة الأكثر تأثيرا في الشارع وذلك وفقا لمحللين حيث تعاهد كليتشدار أوغلو بشكل علني وصريح بإعادة جميع اللاجئين إلى بلدهم وذلك في حال فوزه بالرئاسة أما أردوغان الذي انتقد تعاهدات خصمه بطرد جميع اللاجئين فأكد في الوقت ذاته وفي تصريحات لشبكة CNN الأمريكية أكد أنه يعتزم تشجيع مليون لاجئ سوري على العودة إلى ديارهم مشيرا إلى أن السلطات التركية تبذل جهودا كبيرة لإعادة اللاجئين السوريين بأمان وتشيد بالبنى التحتية اللازمة وتنشئ المساكن شمالي سوريا بغرض عودتهم من جانب آخر أوضح أردوغان أنه لا عوائق المصالحة مع الرئيس السوري بشار الأسد في حال نجح في مكافحة الإرهاب شمال سوريا وذلك بحسب تعبيره مضيفا أن بلاده لم تنظر حتى الآن في احتمال الانسحاب من الأراضي السورية لأن تهديد الإرهاب هناك ما يزال قائما وفق تعبيره ترجمة نانسي قنقر الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلي الآن ضيفي من إسطنبول الدكتور مهند حافظ أوغلو الأكاديمي والباحث السياسي وأيضا من المدينة التركية إسطنبول المحل السياسي الاستراتيجي جواد جوك تحية طيبة أهلا بكما في التاسعة عشرة لهذا اليوم اسمحوا لي أن أبدأ هذا الحوار مع سيد جواد سيد جواد برأيك العنوان الأبرز لجولة إعادة الانتخابات هي موضوع اللاجئين أو هو موضوع اللاجئين ولكن ما قدرت كل طرف على الإفاء الوفاء بتعهداته بإعادة هؤلاء اللاجئين تحية لك ولضيفكم ولمشاهدين الكرام نعم بالنتيجة هناك صارت حساسية غريبة جدا بين الجولتين حول اللاجئين خاصة اللاجئين السوريين وبشكل عام لاجئين إلى في تركيا المعارضة يعني بعد تصريحات نارية لحزب الناصر لتحالف الناصر سينان أغان أننا سوف نرحل جميع السوريين إلى بلادهم قصرا المعارضة بشكل عام كما القلشتر أغلو التحق بهم وقال نحن بعد الفوز فورا سوف نرحل الجميع إلى بلادهم طبعا قومية صارت متطرفة جدا في تركيا بسبب بعض السياسات الخاطئة للحكومة التركية أيضا وصلنا إلى هذه النقطة الغريبة جدا قضية اللاجئين بشكل عام هي نتاج لسياسات الحكومة الحالية الخاطئة تجاه سوريا وبلاد العربية بشكل عام وأشقائنا في الشرق الأوسط ووصلنا إلى هذه النقطة هذه ورقة قوية جدا بيد المعارضة ويعرفون أن الأتراك في الاستطلاعات 70% يريدون رجوع اللاجئين إلى بلادهم ولهذا السبب يريدون أن يستفيدون في هذه الفرصة القليلة لربما يجلبون أصوات الناخبين القوميين في تركيا وهناك اتهامات موجهة إلى الحكومة التركية في هذا المسار نعم دكتور مهند حتى الحكومة والسيد رجب طيب أردوغان يعني وعد ناخبيه ببذل الجهود والأقدام على خطوات من أجل عودة هؤلاء ما يعني واقعية هذه الخطوات برأيك سعطة مسان أستاذ حسام وجميع المشاهدين وضيف الكريم طبعا ملف اللاجئين عفوا هذا الأثر الكبير الذي أحدثه في الداخل التركي لم يكن ليكون بهذا الصدى وبهذا التشنج لو لا الأزمة الاقتصادية في الداخل التركي يعني الأزمة الاقتصادية كانت سببا فاعلا وبباشرا لأن يكون هذا الملف يعمل عليه ويلعب عليه بل ويستخدم كرؤية لمستقبل تركيا تخيل إلى أين وصلت المعارضة من إفلاسها إلى أن تستخدم هذه الورقة ربما تكون الوحيدة فضلا عن الكلام العام العودة للنظام البرلماني أن تكون هذه هي الأجندة التي تحارب بها وتنافس بها في الانتخابات التركية يعني حزب الشعب الجمهوري العريق الذي هو أقدم الحزاب في تركيا يصل به الأمر بسبب سياسات خاطئة وبسبب تعنت سيد كمال كريشتار لأن يبقى هو حاكما لهذا الحزب وزعيما له يصل به الأمر إلى أننا كشعب تركي ليست لدينا رؤية يقدمها لنا إلا إعادة اللاجئين وعادة اللاجئين سببها بسبب الاقتصاد وضرب الوضع الاقتصادي والتضخم وما شابه إذن ملف اللاجئين ليس ملفا أساسيا ومحوريا بل هو بسبب ملف آخر وهو الاقتصاد أثر به وجعل له هذا الثقل ولكن لو نظرنا أستاذ حسام وتبعت معي إلى مفردات الرئيس أردوغان في لقائه سواء مع شبكة CNN أو قبلها بيوم تصريحات محلية يقول أنه سوف يهيئ الظروف لإعادة أولئك اللاجئين أو عشرة ملايين منهم إذا توفرت الظروف لذلك وإذا كان النظام السوري يعمل على مكافحة الإرهاب وتجهيز ذلك والتصريح الثاني الذي يعتبر مكمل لهذا التصريح بأنه لا يرى غضاطة بأن يبقى اللاجئون ما دام أنهم ناجحون وأنهم ميزون وأنهم يقدمون الفائدة للمجتمع التركي بل هو إضافة إذن هو الرئيس التركي منفتح على العالم الآخر أو على اللاجئين إن كان فيهم وفيهم الكثير من الفاعلين والمهمين والمؤثرين في المجتمع التركي ليس فقط على مستوى الاقتصاد والاستثمارات بل حتى على مستوى الحياة اليومية وهذا ملاحظ للشارع التركي ولكن المشكلة بأن يكون الصوت العالي والصاخب من قبل المعارضة بأننا سوف نعيد اللاجئين كلهم إلى سوريا هذا الكلام وعدم اختيار الألفاظ بدقة هذا ينعكس سلبا على المعارضة ولا ينعكس إيجابا صحيح أنه في العالم كله ليس فقط في تركيا اليمين المتطرف سيد جواد اسمح لي أن ولكن تركيا دولة محافظة طيب اسمح لي أن أخذ نظر وجهة نظر سيد جواد سيد جواد يعني لا تبدو موافقا على هذه النقطة وأيضا يعني بعدما الاستماع إلى وجهة نظركم في هذا الصدد أود سؤالكم عن الجدلية الإنسانية يعني هل هناك يعني بالرغم من المطالبات القومية هل هناك أي من مسؤولية إنسانية في هذا الصدد أنا لست شخصيا لست مع ترحيل السوريين قصرا أبدا لأنهم يشاركون في البلاد بالنسبة إلى يعني مشاركة الاقتصاد وغير ذلك حقيقة الأمر أن الاقتصاد التركي منهار الكل يعرف على النظام البنكي منهار في تركيا صارت هناك إشارات وأمارات بالنسبة إلى هذه القضية جزء من هذه المشكلة ممكن أن يكون لاجئين لكن لاجئين صغير جدا بالنسبة إلى كل التصوير الخراب من اقتصاد التركي طبعا الحكومة تقول نحن سوف نبني بيوت في شمالي سوريا حتى يرجعون لكن أرضية ليست جاهزة في سوريا بشكل عام أنا كنت أرى اليوم مواقع الاجتماعية والتصريحات المعارضة بشكل عام هنا رأينا في قمة العربية استقبال بشار الأسد في القمة العربية من قبل المملكة العربية السعودية برئاسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يفكرون أنه نحن وقفنا في هذه القضية أمام الشقاع العربي لا بد أن نكون مثلهم أو وراءهم لكن نحن وقفنا أمامهم وصار إفراط في هذه القضية ومع الأسف الشديد مثلا أذكر لكم بثالي كل إيرانيين عراقيون سوريون قادرون أن يشترون عقارات وأملاك في تركيا بأربعمائة ألف دولار ويجنسهم الحكومة التركية وهنا قوائم ناخبين في الانتخابات بعض القوائم ممتلئة بالسوريين فقط يعني السوريون هم يصوتون ونحن نعرف أنه كل هؤلاء مع الرئيس أردوغان وحكومته لا يريدون أبدا فوز المعارضة لكن أنا سؤالي هل تركي قادر أن يشتري عقارات من سوريا من عراق من إيران بإسمهم أبدا مستحيل هذا يعني هل إقاراتنا وأراضينا ووطننا رخيص بالنسبة إلى أوطانهم هذه الأسئلة موجودة هذه ليس التقصير ليس من اللاجئين التقصير من الحكومة التركية أنه في وقته كانوا يقولون أنه لو يتجاوز عدد اللاجئين من سوريا من مئة ألف سوف نغلق أبواب الحدودية بين سوريا والتركيا ولا نقبل وصل أربع ملايين بأرقام رسمية إلى تركيا فكيف لا نعارض الحكومة التركية في هذه السياسة هم يعترفون أن سياساتهم هذه سيد شوات في هذه الجزئية موضوع الجنسية هل في حال فوز المعارضة اتخاذ قرارات ضمن القانون التركي بسحب الجنسية أمر وارد؟ لا الحقوق التي أعطيها لا يمكن سلبه هذا قانون دولي لكن هناك تعهدات متقابلة يعني المعارضة تقول نحن إذا وصلنا إلى الحكومة سوف نتعاقد مع أي دولة التي يريد يشتري أرض من تركيا نحن نجعل قانون أن نشتري من نفس البلد أراضي أو أملاكه لا أن يكون من جانب أوحدي هذه هي كلمة المعارضة لكن بعد هذا لا نجنس أبدا هذه هي الكلمة الأخيرة للمعارضة أسأل وجهة نظر دكتور مهند بهذا الصدد دكتور مهند بعض الجنسيات التي مضحت كانت ضمن قانون أو شرط بالقانون أو بند بتعبير أداق أنه هي جنسية استثنائية وبالتالي هل يخول قانون سحبها؟ طبعا وفق القانون التركي لا يمكن سحب الجنسية بأي طريقة أعطيها استثنائية عقارية عن طريق الزواج ما دام هذا الشخص قد حصل على الجنسية التركية فإنها سوف تبقى معه ما لم يقدم أوراق مزورة ما لم يقم بالتلاعب بالأوراق وأنها غير صحيحة أو عليه إشكالات أو كانت لديه ارتباطات مع جهات إرهابية تهدد الأمن القومي التركي عدا ذلك الأمر محسوم ولكن الفكرة التي يطرحها ضيفك بأن المعارضة تريد أن تأخذ مقابل ما يشتري هذا المواطن أو هذا الأجنبي في الأراضي التركية في تلك الدولة يعني اليوم في زمن العولمة إذا ما نظرنا إلى أكبر الدول في العالم الولايات المتحدة الأمريكية بولاياتها كلها السكان الأصليون أصبحوا مندثرين وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية وسكانها عبارة عن خليط ومن من هم سكان غير أصليين أوروبا نفس الكلام سكان غير أصليين لم يعد هذا الأمر أصبح يتجوزه الواقع لا يمكن أن نقول أن هذه الدولة هي فقط وفقط وفقط للأتراك صحيح أن الأتراك أغلبية ولكن الانفتاح على المجتمع الآخر وعلى الشعوب الأخرى هذا ضروري جدا بالعكس هذا أمر حيوي لهذه الدولة ولكل الدول ولولا ذلك لما فتحت أوروبا ولم استقبلت على سبيل المثال ألمانيا تستقبل سنويا ما يقارب ألف أجنبي وبالتالي هذا يعني الولايات المتحدة الأمريكية معلش سيد زوازي سأعود إلى هذا الأمر أصبح واضحا والعونة ما طغت على هذه المسألة صحيح أن هناك فئة معينة تريد بحفاظ على هوية الدولة وعلى طابعها الخاص ولكن أن يكون هناك إغلاقا لألباب من الجنسيات الأخرى والوفود عليها والمشاركة في التفاعل مع هذه الجنسية ومع هذا المواطن هذا الأمر أصبح من التاريخ والواقع يفرض درسه سيد زوازي يعني الحقيقة العرض الجنسية مقابل التملك هو بالفعل يعني ما تروح في أكثر من دولة حتى دولة دول أوروبية منها البرتغال مثلا ولكن الهاجس الاقتصادي الفرص العمل للمواطنين الأتراك هي من الأمور الضاغطة والمطالب من قبل الناخبين اليوم في حال فوز المعارضة ما هي قدرتها ما هي برنامجها للإصلاح الاقتصادي طبعا المعارضة تقول نحن سوف نرجو يعني نتوجه إلى أوروبا والاتحاد الأوروبي فسوف نصلح الاقتصاد هذا وارد ونحن نقبله بالنتيجة اتحاد الأوروبي اقتصاديا قوي جدا وأكثر تجارتنا مع الاتحاد الأوروبي لكن هنا سؤال أنه إذا ورد لاجئ بشكل غير شرعي إلى بلاد الأوروبية عندما يرحلونهم ويرجعونهم إلى بلادهم هل هذا من حقهم؟ لماذا لا يصف أحد بأن هذا الأمر غير إنساني؟ فعندما يفعله الأتراك لماذا يكون غير إنسانا؟ بنا علي يلدر من مساعدين لرئيس أردوغان قال لو لا تركيا لم تلأت بلاد الأوروبية باللاجئين طيب نحن هل مزبلة لبلاد الأوروبية؟ أو درع لهم؟ لماذا وقع بلدنا هكذا في أمور مشاكل كبيرة؟ الآن ينشر في خلال سنة عشرات الآلاف من الأفغانيين يوميا يأتون من الحدود الإيرانية إلى تركيا وعندما يراه المواطنون هنا يكونون حساسين جدا كل الشكر لك على كل هذه المعلومات حدثني من إسطنبول دكتور مهنة حافظ أقلو الأكاديمي والبحث السياسي شكرا جزيلا لك والشكر الموصول للمحل السياسي والاستراتيجي جواد جوك شكرا جزيلا لكما مشاهدين كل الشكر لكم دقائق قليلا ونكون معكم في ساعة جديدة من التاسعة عشرة إلى اللقاء نتواجد هنا في الجبهة الجنوبية لمحافظة بارد ينضم إلينا مراسل الحدر نحن الآن في منطقة الفليحة حيث الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومات كيف يمكن أن يتحرك مجلس التعاون الخليجي لمواجهة هذه التهديدات الإرهابية الحوثية السلام سيتحدد في اليمن بالضغط على إيران العملية العسكرية مستمرة لملاحقة فلول والميليشيات القطية ما الذي تريد ميليشي الحوثي أن تحقيقه من وراء هذا التصعيد؟ أنا أترك الآن في المكان الذي تم استهدافه مساء البارحة ما أبرز ما تم حتى الآن الميليشيات الحوثية أساساً لا تؤمن إلا بالحرب هذا المكان لم تصله أقدام الميليشيات الحوثية وبقي صابداً رغم الطرابات المكتبة هذا التصعيد الحوثي الأخير إلى أي حدوى مرتبط بالخسائر التي تتلقاها هذه الميليشيات الحوثية على الأرض في الداخل اليمني نزلنا من الغصف ونزلنا من الطيران والحجينة هنا سهلاً لكم يتساقط علينا وما عرفنا حنا إلا إحنا رايحين على المستشفى فزع على الأرض رعم من السماء طفولة يسرقها الجوع أمار قتلته زخات رصاص نساء ورجال عجائز وأطفال فرون من الجحيم باحثون عن المجهول انقضى اليوم بمشاقه وصراعاته وآن للعالم أن يهدأ لكننا في الواقع لا نهدأ نبدأ بالصور التي وثقتها كاميرا الحدث الأحداث لا تهدأ نريد فقط في البداية بعض التفاصيل والأرقام وأينما كانت طائرة تركية دون طيار اختفت من سماء أوكرانيا نكون رغم استمرار الخروق العسكرية الحوثية تجاوز خلافات فتح مطار صنعاء أكدت وزارة الخارجية المصرية أنها تتابع بقلق التطورات الجارية في ليبيا واشنطن قلق من التهديد الذي يمثله الحرس الثوري الإيراني حيث تحولت الاحتجاجات إلى مواجهة هذه المعطيات تذكر بأيام الحرب الباردة نريد أن نعرف الخطوات أو المراحل المقبلة الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت جريليج على شاشة الحدث التقينا بعض الفتيات من اللواتي يعني من اللواتي ماذا يحدث يقومون بضرب المصور نحن مضطرون تهاني لإخلاء المكان أتمنى أن تكون تسمعين كريستيان الآن تهاني تهاني دخلوا إلينا إلى السيارة وهم يحكمون السلح من منعكم من التصوير؟ ثلاثة صواريخ وخمسة وعشرين طائرة ما الذي يحصل في كييف الآن؟ كيف تبدو تلك الاستعدادات؟ وما تلك المحاور التي يمكن أن يأتي منها الهجوم الروسي هذه المرة؟ هناك حشودات في قرسون على أطراف الضفة الجنوبية من نهر دينيبرو نحن أمام مرحلة جديدة في هذا الصراع ننجل استراتيجي الروسي سيبقى كما هو وهذه المرة الأولى التي تتعرض العاصمة الأوكرانية كييف لهزوم هل يخشون من أن روسيا يمكن أن ترد في مناطقهم؟ كان هناك تطبيق أمني شديد فاصلًا بعد سقوط مسيرتين فوق مبنى الكريملين هناك نوع من تضليم في هذه الحرب هل من الممكن أن نشهد تغيراً في شكل المعارك على الأرض؟ الحرس الثوري يتعهد بمواصلة هجماته داخل أراضي العراق ما لن تطرد بغداد جماعات المعارضة الإيرانية من أخليم كردستان رداً على قمة السابع لافروف يؤكد أن ما يجري حول أوكرانيا يسرع الانتقال نحو عالم متعدد الأقطاب ويعلن بدء مرحلة المواجهة الحادة مع نيتو رئيس البرلمان الليبي يؤكد في مقابلة خاصة مع الحدث أن إجراءات وقف باشاغة من قبل النواب كانت متسرعة ويعلن عن قرار ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة ما لم يتخذ بعد تحية طيبة وأهلا بكم في ساعتنا الثانية من حلقة جديدة من برنامج التاسعة عشرة تمتد على مدار الساعة المقبلة ونناقش في هذه الساعة أهم أخبار هذا اليوم نبدأ هذه الساعة إذن الساعة الثانية من برنامج التاسعة عشرة بمتابعة التطورات العاجلة هذه التطورات التي وردت الآن من جدة حيث أعلنت مصادر الحدث أن ممثلي جانبي الصراع السوداني وقع بحضور وزير الخارجية السعودي على اتفاق هدنة إنسانية جديد لمدة سبع أيام سبعة أيام وكذلك أيضا اتفاقا على تشكيل لجنة لمراقبة هذه الهدنة بمشاركة السعودية والولايات المتحدة ينص هذا الاتفاق وفق مصادر الحدث على خروج القوات العسكرية من المستشفيات والسماح بإصلاح المرافق الخدمية الرئيسية في السودان لسيما العاصمة الخرطوب للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا الآن موفدة الحدث من جدة لنا يعقوب تحية طيبة لنا ما الذي نعرفه عن التوقيع لهذه الهدنة الإنسانية الجديدة حتى الآن أهلا بك حسام هذه هي المرحلة الثانية من هذه المفاوضات بعد توقيع اتفاق ثابت بين الجيش والدعم السريع طبعا برعاية الوساطة السعودية الأمريكية كانت هناك نقاب لم يتم الانتزام بها وإن تم الاتفاق عليها المرحلة الثانية كانت لبحث كيفية تنفيذ هذا الاتفاق طبعا تم التوقيع على هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام يتم فيها إيقاف إطلاق النار من كلا الجانبين هذا الاتفاق كان بحضور وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان هذا الاتفاق ينص على وقف إطلاق النار بعد 48 ساعة من لحظة التوقيع أيضا ستكون هناك رقابة على توقيع هذا الاتفاق هذه الرقابة تشمل أربعة أطراف الأطراف التي توسطت في هذه المباحثات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الطرفين طرفين نزاع الجيش والدعم السريع أيضا طبعا هذا الاتفاق يشمل خروج القوات العسكرية من المستشفيات والمراكز الصحية كذلك يشمل أيضا إصلاح المرافق الخدمية التي تضررت من كهرباء ومياه وغيرها هناك أيضا اتفاق يشمل على ضرورة تشغيل بعض المستشفيات التي تضررت الاتفاق سمى أنها قوات عسكرية وبحسب منظمات عاملة في هذا المجال هناك قوات تدبع للدعم السريع دخلت في هذه المرافق الصحية بالتالي ستكون هناك كيفية لإخراج هذه القوات خاصة أنه بحسب شهود عياد بعد دخول القوات قوات الدعم السريع إلى بعض المراكز الصحية قام الجيش السوداني لقص في هذه المواقع وتضررت إحدى المستشفيات وهي مستشفى شرق الميل بحسب شهود عياد هذا الأمر قد يؤثر على القطاع الصحي لذلك هذا الاتفاق أيضا شمل على هذه النقطة هناك أيضا نقطة مهمة تتعلق بضرورة الشماح لجمع الجثامين المنتشرة في بعض الشوارع ودفنها وسترها هذا الاتفاق يعني نص على بعض البنود التي ذكرت في الاتفاق السابق وهي الآن أيضا موجودة بتفصيل أكبر طيب فيما يتعلق بجزئية المراقبة هل تم تفسير هذا البند هل المعني بذلك المراقبة على الأرض حصر الانتهاكات تسجيلها محاسبة ما الذي نعرفه عن هذا التفصيل تفصيل المراقبة تحديدا لا توجد حتى اللحظة تفصيل كبير خاصة أن هذا الاتفاق وقع قبل دقائق يعني من الآن لا يوجد تفصيل كيف ستكون هذه الرقابة ولكن هناك اتفاق بأن تكون بين الأطراف الأربعة بين الولايات المتحدة الأمريكية والمنذك العربية السعودية والجيش والدعم السريح لإنفاذ هذه الرقابة كان في وقت سابق هناك مطالبة بأن تكون هذه الرقابة رقابة دولية أن يتم مراقبتها عبر الأطمار الصناعية ولكن هذا الأمر أيضا لا يوجد فيه تفصيل حتى الآن كل ما يمكن الحديث فيه عن هذه النقطة أنه تم الاتفاق أن تكون هذه هي الآلية والمرجعية بأن لا يكن توفيعها ولا بد أن نذكر أيضا بأن يعني كلا الوفدين تحدثا عن أنهما لا يملكان صلاحيات كافية للدخول في تفاصيل أيضا كثيرة تم التشديد من الوساطة على أن ما يهم في هذه المرحلة هو وقف إطلاق النار والوضع الإنساني المتأذن في العاصمة الخرطوم وبعض المناطق الأخرى لنا جزئية أيضا شديدة الأهمية إعادة المرافق الحيوية للعمل الإصلاح في شبكة المياه والكهرباء والإنترنت والأيضا المصرف المصارف المركزية والمصارف الخاصة التوقيع يضمن عمل الفرق الهندسية يضمن العمالة للإصلاح هل هناك آلية لضمان عمل كل العاملين في هذا القطاع هذا ما حاول الاتفاق حسام البحث فيه لا بد أن تكون هناك عودة لهذه المرافق الصحية إن تحدثنا والخدمية كذلك إن تحدثنا عن المرافق الخدمية من انقطاع للكهرباء والمياه فيمكن أن نقول أن هناك مناطق في بحري أصبحت مثل مدينة الأشباح هجرها الشكان تماما لأن انقطاع المياه والكهرباء فيه كانت من بداية هذه الحرب أي أكثر من شهر فأصبحت هذه المدن لا يمكن العيش فيها لذلك تركها الشكان هناك أيضا مناطق ربما توجد فيها صعوبات لم يهزرها المواطنين ولكن فيها صعوبة للحصول على المياه وكذلك هناك فيها تذبط في خدمة الكهرباء كان الجيش السوداني يتحدث في أوقات سادقة طبعا عن أن الدعم السريع لا يتمح للعمال بالوصول والدعم السريع مرافق الخدمية المتعلقة بالكهرباء ولكن هذا الاتفاق أيضا بلا شك أنه سيحدد كيفية إصلاح هذه المرافق وضرورة ابتعاد أي مظهر عسكري عنها وأي قوات عسكري حتى يتمكن العمال المدنيين من الدخول إليها ومحاولة إصلاحها بلا شك ستحتاج إلى كثير من الوقت ستحتاج إلى مواد ستحتاج إلى نقل أشياء هي ليست فقط عملية سهلة يمكن أن يكون بها عمال في يوم أو يومين لأن الضرر كبير بلا شك أن هناك معدات لا بد أن تدخل لإصلاح هذه الخدمات وستكون ربما هناك تسهيلات أيضا من الوساطة لكيفية وصول هذه المعدات لإصلاح هذه المرافق الخدمية طيب لينا كل الشكر لك حتى الآن سنعطيك الفرصة لجمع المزيد من التفاصيل بشأن كل هذه البنود حدثتني لينا يعقوب موفدة الحدث من مدينة جدة السعودية شكرا جزيلا لك حتى الآن بمتابعة ملفات التاسعة عشرة لهذا اليوم نقلت وكالة تسليم الإيرانية للأنباء عن قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور قوله أن الهجمات الإيرانية على العراق ستستمر ما لم تطرد الحكومة الجماعات المعارضة لطهران وذلك من إقليم كردستان وأكد أن الحكومة العراقية تعهدت بنزع سلاح هذه الجماعات وبطردها من العراق وقال أن طهران تنتظر وفاء بغداد بالتزاماتها مشيرا إلى أن طهران منحت بغداد فرصة محددة وقال أنه في حال لم تتخذ أيضا أو تتخذ بغداد أي من هذه الإجراءات فإن ضربات الحراس الثوري ستستمر وكان طهران قد شنت عدة هجمات داخل العراق الأراضي العراقية تحديدا وأعلنت أنها ستستهدف جماعة المعارضة الإيرانية داخل إقليم كردستان مستشار الأمن القومي قاسم الأعراجي أكد بدوره في لقاء مع قناة كردستان 24 تلفزيونية أن العلاقات بين بغداد وأربيل إيجابية وستراتيجية وأن التنسيق الأمني بين القوات قوات البشمرقة ووزارة الدفاع العراقية على أعلى مستوى وأكد أيضا أنه سيعقد في الأيام المقبلة اجتماعات مع وزير الداخلية في إقليم كردستان بشأن أمن الحدود قبل أن يتوجه لزيارة إيران وجددا الالتزام بغداد بتنفيذ اتفاقية سنجار التي كان انتشار بعض المسلحين عائقا أمام تنفيذها على حد قوله من جانب آخر أكد الأعراجي حضور أهمية استمرار العلاقة مع بعثة الناتو والعمل مع وزارتي الدفاع والداخلية لافتا إلى أن العلاقة مع حلف نيتو هي استراتيجية وذلك بالنسبة للحكومة العراقية وليست موجهة ضد أي طرف فيما أكد قائد بعثة الناتو الجديد استمرار دعم الحلف للعراغ في الاستشارة والتدريب والمعلومات مشيرا إلى أن الهدف المشترك هو تحقيق الأمن والاستقرار في العالم أجمع موسيقى موسيقى الحديث عن هذا الموضوع ينضم إليه الآن من بغداد المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معنى الجبوري تحية طيبة أستاذ معنى أهلا بك دائما على شاشة الحدث بداية برأيك كيف يمكن وصف العلاقة بين طهران وبغداد في المقام الأول مساء الخير والسادة المشاهدين حقيقة لا تزال إيران عامل ضغط على الحكومة العراقية وضع الحكومة تحت توجهات إيران ومزاج إيران في فرض إرادتها على الواقع العراقي المزاج الإيراني لا ينتهي طبعا مهما كانت يعني نحن نعلم أنه قبل بضعة أيام سمحت الحكومة الأمريكية للحكومة العراقية باستيراد الطاقة الإيرانية لخمس سنوات في الحكومة السابقة وهذا الحدث كان حتى في حكومة الكاظمي التي كانت تعتبر الأقرب إلى الجانب الأمريكي كانت تمديد لبضعة أشهر ستة أشهر في أعلى سقف كان يسمح الآن على سبيل المثال سمحت أمريكا إلى إيران في أن تزود العراق بخمس سنوات بالطاقة التي يحتاجها وهذا عامل إغراء وغزل أمريكي إيراني واضح وصريح ولكن إيران تلقى تستعمل قنواتها وتستعمل ضغوطاتها على الحكومة العراقية حكومة العراقية الآن حكومة إيطارية موالية إلى إيران تحاول أن تضغط عليها في أن تضع نفوذها في إقليم كردستان إقليم كردستان يتمتع بامتيازات لا يمكن نكرانها هو أنه إقليم يتمتع بامتيازات يتمتع بحقوق حتى وإن كانت لا تتناسب ولا تتناغم مع الحكومة وعذري في ذلك الموازنة العراقية حتى اللحظة فيها مطبات وفيها مشاكل نتيجة اعتراضات من حكومة إقليم كردستان ومن الجانب السني بصراحة لأن الوعود التي منحتها الحكومة العراقية في بداية تشكيلها حتى تحصل على أغلبية في البرلمان حكومة الإطار بعد انسحاب التيار الصدري كانت فيها إغراءات إلى المكون الكردي والمكون السني ولكن تنفيذها صعب جدا لأن يصطدم بمعاقات كبيرة إذن هنا حكومة إيران لا تزال تمارس هذا الضغط على الحكومة العراقية من أجل الحصول على امتيازات أكبر وأكبر ولكن يعني تماما توصيف ممارسة الضغط سيد معن هل هذه الحادثة تحديدا تعكس تغير بالعلاقة بين طهران وبغداد يعني البعض كان يرى تبعية معينة تنفيذ دون أي سؤال خضوع في بعض التوصفات من بعض المحللين اليوم هل يمكن إسقاط نفس هذه التحليلات أم الموضع تغير أستاذ العزيز الحكومة الحالية وواضح طبعا حكومة الإطار كما هو معلوم حاولت أن تمسك العصى من الوسط ما بين الجانب الأمريكي والقيود ونحن نعلم أن حتى فرض القوانين قبل أيام الحكومة الأمريكية فرضت حالة خاصة على الحكومة العراقية منذ عام 2003 تجديد حالة الطوارئ وحالة الظرف الاستثنائي الذي تعطي دالة لأمريكا على العراق إيران تعلم ذلك يعني تعلم أن الحكومة بعد 2003 الحكومات العراقية هي نتاج للاحتلال الأمريكي عام 2003 لا يمكن إكرام ذلك ولكن تحاول أن تحقق مكاسب إيران من هذا الجانب رغم أن أمريكا الآن بما أنها دخلة فيه معترك كبير مع الصين ومع روسيا الاتحادية في الحرب في أوكرانيا والوضع الحرج الذي تعيشه الولايات المتحدة الأمريكية في الجانب الاقتصادي لأن هناك تحذيرات من انهيار العملة الأمريكية هذا كله حقيقة تستثمره إيران بشكل كبير إيران ضاغط عنصر ضاغط لا تزال وفاعل وتريد تحقيق مكاسب من خلال استثمار أدواتها الفاعلة سواء في العراق أو في الدول الإقليمية ولكن الحكومة العراقية حقيقة تعمل جاهدة على أن تحرر نفسها من بعض هذه القيود إنما الوضع الحالي طبعا هناك الحجة التي يمكن أن نتحدث بها أنه القصف على السفرة الأمريكية توقف القصف على مطار أربيل توقف على مطار بغداد توقف على الحديث الآن السفيرة الأمريكية في أحضان في أحضان حكومة الإطار التنسيقي يعني قيادات سياسية ورجال دين يأخذونها بالأحضان من أجل أن يرسلوا الرسالة إلى جانب الأمريكي مخاطعة ولكن الحقيقة الوقت المخصص للملف قد انتهى للحديث دائما معك بقية ولكن هذا ما سمح به الوقت حدثني من بغداد ضيفي بن هناك المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية الأستاذ معنش بوري شكرا جزيلا لك أصدرت مجموعة السبع بيانا رسميا حدد استراتيجية مشتركة للتعاملات المستقبلية مع الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم ودعا بيان زعماء مجموعة السبع الصين للضغط على روسيا من أجل وقف عملياتها العسكرية في أوكرانيا وسحب قواتها بشكل فوري وكامل غير مشروط في قمتهم التي استضافتها مدينة هيروشيما اليابانية وحضرها الرئيس الأوكراني فولودو ميرزيلنسكي لوح قادة السبع بعواقب ساتطال الدول التي تحاول استخدام التجارة كسلاح ذلك في رسالة قوية إلى بكين التي طالبتها المجموعة أيضا بوقف تصعيدها في محيط جزيرة تايوان ومنطقة المحيط الهادئ وفي تحول كبير في الدعم الغربي لكييف كشف مسؤول أمريكي أن الرئيس جو بايدن أبدى استعدادا وذلك للسماح لدول أخرى بتزويد أوكرانيا بمقاتلات F-16 أمريكية الصنع وكذلك أيضا دعمه لمبادرة تدريب الطيرين أو الطيرين الأوكرانيين فيما حذرت الخارجية الروسية من أن الدول الغربية تمضي في طريق مليء بالمخاطر وأكد نائب وزير الخارجية أن تخديم مقاتلات F-16 لأوكرانيا خطوة تنطوي على مخاطر هائلة تجر إلى صراع عالمي سيكون الغرب أول متضررين منه مشيرا إلى أن روسيا ستأخذ ذلك بعين الاعتبار وفي أول تطورات أو على هذا وقع وقعت تطورات هذه العسكرية المتلاحقة على الأرض في أوكرانيا وفي إعلان قوات فاكنر سيطرتها على مدينة باخمود وهو ما نفته كييف عكست الحرب في أوكرانيا على مسار العلاقات بين موسكو والغرب ففيما يضغط حلفاء كييف لتقديم مزيدا من الدعم العسكري اتهمت موسكو خادة الدول السبع المجتمعين في هيروشيما اليابانية اتهمتهم بتصعيد الضغوط على أصدقاء روسيا لاتخاذ مواقف هذه المواقف تجاهها والسعي لإحتواء روسيا والصين وأكد أيضا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في هذا الصدد أن قرارات قمة السبع كانت موجهة لردع موسكو وبيكين وقال أن كراهية الغرب ضد الروس باتت تظهر بشكل واضح مع تصرفات السياسيين لافروف أكد كذلك ألا أن ما يجري حاول أوكرانيا يسرع الانتقال نحو عالم متعدد الأقطاع وقال أن مرحلة المواجهة الحادة مع حلف نيتو بدأت بالفعل من جانبها أبدت بكين استياءها الشديد إذا أبيان مجموعة السبع والانتقادات التي وجهت إليها ونددت الخارجية الصينية بما وصفته إصرار مجموعة السبع على التلاعب في قضايا على صلة بالصين وتشويه سمعتها ومهاجمتها أيضا لقد دخلنا مرحلة المواجهة الشارسة مع تكتل عدواني مؤلف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وقد تم تحديد الهدف بصوت العالي المعلني هزيمة روسيا في ساحة المعركة وعدم التوقف عند هذا الحد ولكن القضاء عليها كمنافس جيو سياسي وأي دولة أخرى تطمح لأن يكون لها مكانها الخاص في العالم سوف يتم قمعها أيضا القرارات التي اعتمدتها قمة هيروشيما تهدف إلى الاحتواء المزدواج لروسيا والصين للحديث عن هذا الموضوع معي من باريس الكاتب الصحفية ليال بشارة وأيضا ضيفي من موسكو المحل السيسي الروسي الدكتور لوراند بيجاموف تحية طيب أهلا بكما اسمحوا لي أن أبدأ هذا الحوار من باريس مع ضيفتي من هناك الصحفية ليال سيدة ليال برأيك التصريحات وزير الخارجي الروسي بأن الحرب أو الاشتباك مع حلف نيتو والاشتباك المباشر قد بدأ بالفعل ماذا يعني بهذه التصريحات؟ ماذا يعني بهذه التصريحات؟ أتى تصريح لفراوف مباشرة بعدما أن أعلن مسؤول أمريكي أن دولا أخرى ستتزود أوكرانيا بطائرات المقاتلة F-16 ما قصده المسؤول الأمريكي أن دول الناتو المتواجدة على القارة الأوروبية هي من تزود أوكرانيا بتلك الطائرات المقاتلة التي ستعطيها اليوم ستعطيها دفعا قويا بالهجوم هجوم الربيع الوشيك التي يحضره الرئيس الأوكراني فولودومير زيلنسكي من قصد بالدول الأوروبية التي تملك هذا السلاح مثلا بلجيكا والناروج بلجيكا والناروج وليس فرنسا واللندن لأنهما الدولتان التي لا تملكان هذا النوع من الأسلحة إذن دول الناتو لأن دول الناتو هي من ستزود أوكرانيا بتلك الطائرات المقاتلة ومن ستساعد أيضا الولايات المتحدة على تدريب المقاتلين الأوكرانيين على استخدام هذا النوع من السلاح الفتاك والتي يمكن أن يقلب موازين المعركة بين الجانبين بين أوكرانيا وروسيا طيب يعني استطلع وجهة نظر ضيفي من موسكو السيد رولاند دكتور رولاند تحية طيبة أهلا بك من جديد المواجهة بين روسيا وحلف نيتو بشكلها المباشر ما هي أبعادها وأيضا تبعاتها على المنطقة هناك مساء الخير تحياتي لكم ولدي فكتكم الكريمة وللمشاهدين طبعا اليوم كان يوم حاسم جدا هو سكوت بخموت في من قبل يعني تم الاستلاع عليها أخيرا حسب الرواية الروسية في هذه المدينة لا هي خسب الرواية الروسية وحسب الواقاية يعني لا أعتقد أن رواية الوكرانية التي نسمعها في اليوم هي فقط يمكن أن نقروها في طارح حرب إعلامية الجانب الأوكراني يريد أن يقلل من أحمية سقوط هذا الحزن المنيع كما كانوا يراوجونهم وهم الآن حربوا من المدينة وتجري هناك عملية التمشيد هذه أولا ثانيا هناك كان شيء مهم قاله لوروف بالنسبة إلى قال ضمن الأمور التي ذكرتم في تقريركم كانت النقطة مهمة جدا لم تذكر في تقريركم لوروف قال بالحرف الواحد أنه انتهى اليوم التوجه الغربي في السياسة الخارجية روسية يعني انتهت السياسة الخارجية روسية كما كانت عليها لمدار 300 آم ماضية عندما تشكلت إمبراطوريا روسيا والروسيا كانت تلعب طلاط قرون دورا رئيسيا في هذه القارة والآن هي في الصراع مع الغرب هذا الصراع هو أسكري هو علامي هو إيديولوجي هو وجودي كما قيل في تقريركم لأن تفتيت روسيا روسيا اليوم تحارب الغرب بقيادة الولايات المتحدة والبريطانية دول الأكسونية من أجل البقاء كدولة ذات السيادة ولوروف أيضا قال بأن هذا ستوثر على دول أخرى على سبيل المثال اليوم جي سيوين طلبت طلبت استسلام روسيا هي طلبت من الصين بحيث تضغط على الصين على روسيا لكي تستسلم وفي نفس الوقت هي قدمت متطلبات إلى الصين وبدأت اتحامات فيما يتعلق المشاكل الداخلية الصينية والنظام الصيني وغيرها من الأمور هي مصرحية وسرق سرق الخرار اسمح لي أن أستطلع وجهة نظر ضيفتي من فرنسا سيدة ليال هل الرسائل إلى الصين كانت تهديدا مباشرا إلى روسيا تهديدا مباشرا إلى روسيا يعني هي بالطبع هكذا تفهم أن الرسائل التي وجهت إلى الصين الرسائل بالضغط على روسيا لوقف الغزو الروسي لأوكرانيا كانت تهديدا خاصة بمضمار الاقتصاد العالمي الصين كثاني قوة اقتصادية عالمية بحاجة إلى باقي الأسواق الأسواق الأوروبية السوق الأمريكي الكبير لكي تبيع منتجاتها التي تحاول فيها التفوق على باقي الصناعات الأوروبية والصناعات الأمريكية خاصة بالتلاعب بالعملة الداخلية المحلية داخل الصين الضغط كثيرا فيما يتعلق بالصناعة حول أدول الأدول الأوروبية المتواجدين بمجموعة السبع خاصة فرنسا والولايات المتحدة إلى جانب بريطانيا أن تقول للصين إما ردع روسيا عن الغزو الروسي لأوكرانيا أو أن أهم سبع اقتصاديات عالمية ستواجه الصين اقتصاديا بالتجارة العالمية في العالم سيد الله كل الشكر لك على كل هذه المعلومات حدثتني من باريس ضيفتي من هناك الصحفية ليال البشارة والشكر المصول لضيفي من موسكو المحل السياسي الروسي الدكتور رولاندا بجاموفا أسف شدًا المقاطع ولكن هذا الوقت المخصص لهذه المقابلة أو هذا الملف انتهى بالفعل مشاهدين هذه التفاصيل تفاصيل إيقاف بشاغة ومصير الحكومة المصغرة وملامح الانتخابات في ليبيا ونية الترشح أيضًا ملفات عديدة فتحتها قناة الحدث في لقاء خاص مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح نترككم الآن مع البث الكامل للقاء الذي أجرته الزميلة سارة بن عشوبة في وقت سابق إلى اللقاء أهلا بكم مشاهدين في هذه المقابلة الخاصة التي نجريها مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح وذلك بعد قرار البرلمان إيقاف رئيس الحكومة المكلف فتح باشغا كذلك بعد تصريحات لافتة من قبل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتلي في مقابلة خاصة كذلك معنا والتي قال فيها إن مجلسيا ووالدولة انتهت ولايتهما إذن ينضم إلينا الآن أجل صالح رئيس البرلمان الليبي سيدة المستشار أهلا بك وشكرا على قبولك الحديث معنا أهلا بك وقناتكم الموقر أستاذ المشاهدين أهلا بك سيدة المستشار أعضاء البرلمان اللي بيجتمع منذ أيام مقرر إيقاف رئيس الحكومة المكلف فتح باشغا نريد بداية أن نفهم هذا القرار ما الذي يعنيه لماذا إيقاف فتح باشغا وليس حج بالثقة عن حكومته من المعروف أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية التي انتخب الشعب وظيفة مجلس النواب هو الرقابة على السلطة التنفيذية وسن التشريعات ففي مجلس النواب تشرع على القوانين وتحسب السلطة التنفيذية صحيح أن مجلس النواب من حق أن يسعي للحكومة وأيضا يشكل لجان التحقيق وأيضا يستجوب الحكومة لكن هذه الإجراءات كلها تتطلب يعني اتخاذ إجراءات معينة نص عليها عليها القانون بالتأكيد يجب أن تكون التحقيق بعد سؤال الحكومة في جلسة في مجلس النواب عندما يرى مجلس النواب أن الحكومة يجب مساعدة تستدعى الحكومة للمساعدة إذا اقتنع مجلس النواب انتهى الأمر وإذا رأى أن هناك توضيح بعض النقاط أن يشكل له أن يشكل لجنة التحقيق تقوم بالاتصال بالحكومة وطلب كل المسندات اللازمة ثم تقدم تقريرها إلى مجلس النواب مجلس النواب قد يقتنع بما جاء في توصيات المجلس أن الحكومة أدت واجبها كما يجب أو أن هناك قصور تقصير وعندها قد إذا كانت تقصير قد يكون هناك نقص في التشريع فيوصل المجلس بسد هذا النقص في التشريع أو تجيه الحكومة إلى عمل مهين أما إذا تبين أن هناك مخالفات تستجواب استجواب الحكومة يجب أن يقدم طلب من عدد من النواب إلى رئاسة مجلس النواب تذكر فيه النقاط المطلوب استجواب الحكومة يبعث هذا الإجراء إلى رئاسة الحكومة لترد على هذه الاسفسارات يسعد مجلس النواب إذا اقتنع بإجابتها كان بها وإن لم يقتنع فلهو أن يسحب الثقة منها ولكن هذا الإجراء الخطير يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية معينة يجب التقيد بها تحقيقا للمصلحة العامة كذلك هذا الإجراء صحب الثقة إجراء خطير ومهم جدا يجب أن نتأكد أن الإجراء تنبط صحيحة وأن الحكومة الصحيح أن تستجوب في هذا الأمر ولكن لماذا يصف البعض ما جرى في الجلسة السابقة بالأمر غير المفهوم حتى رئيس مجلس الدولة كان وصف إيقاف باشغة بالإجراء المريب وعنتم سيد عقيلة صالحة لم تكن في جلسة إيقاف فتح باشغة هذا الكلام صحيح يعني هذه الإجراءات يجب أن تتخذ طبقا للقانون للأسف الشديدة هناك تسرح فعلا في هذا الإجراء ولكن إن كان هناك خطأ فالخطأ لا يعالج بالخطأ يجب أن مجلس النواب أن يتدرس هذا الأمر من جديد وإضاء الأمور في نصابها الصحيح صحيح أن الاتفاق السياسي يقول أن يجب أن يكون هناك اتفاق بين مجلس النواب ومجلس الدولة لشي الحكومة أيضا عندما يتقرر الصحب الثقة يجب أن يكون هناك تشاور هذا الأمر حقيقة هناك حصل في التسرع ولكن كما قلت هذه الأمور تعالج من غبوة البرلمان البرلمان هو سيد نفسي لكن يجب أن يلتزم بالقوانين كما هي مقررة خاصة القانون رغم أربع لسنة 2014 بالنظام الداخلي لمجلس النواب إذن البرلمان لم يلتزم بالقانون لم يشرك مجلس الدولة ولم يقوم بالإجراءات بطريقة صحيحة قبل إيقاف فتح بشاغة حقيقة هناك تصرح في هذه العملية كان يجب أن تخذ مجرحة كما يقرره القانون يجب أن تستدعى الحكومة للسؤال للاستماع إليها ثم تشكل لجنة التحقيق لا يجلز وقف إنسان قبل أن تسمع قواله وتواجه إليه التهم عندما تريد شخص يجب أن تسمع على قواله تحقيقا للعدالة ولحقوق الإنسان وحتى يستطيع كل كائن حيا يدفع النفس هذا يجعلنا نتساءل مرة أخرى لماذا غبتم عن هذه الجلسة هل كنتم غير راضين على هذا الإجراء أنا حقيقة تكلمت حتى مع النائبين ومعظم مجلس النوب أننا يجب أن نتصرح في هذه الإجراء ويجب أن نستدعي الحكومة للاستماع إليها نعطيها الفرصة معينة بعد أسبوع عشر أيام ويوجه إليه ما هو مطلوب من الرد عليه حتى تتخذ الإجراء حقيقة شاهدت أن هناك تصرع وإسرار على اتخاذ هذا الإجراء أنا لا يمكن أن نقف ضد إرادة المجلس النواب لكنني نستطيع أن نقول رأي ونقف معه فكنت فعلا غير راضي على الطريقة وليس على حماية للشخص أو أن المجلس النواب ما هو محق في بعض الاتهام الحكومة بالتقصير أو القصور ولكن أنا أداء الرجل باعتبار الرجل القانون أو ملتزم بتنفيذ القانون خاصة أنا رئيس سطة التشريعية التي تصدر القوانين وتحاسب الحكومة على مخالفة القانون فكيف يكون لمجلس النواب أن لا يرعي هذه القوانين إذا مجلس النواب اليوم مطالب بإجراء آخر لتصحيح المسار الذي ترفضه أم انتهى الأمر عليكم أن تتعاملوا مع مسألة إيقاف فرحي بشاغة ليس العيب أن الإنسان أن يقضي ولكن العيب أن يتبادى في الخطأ في إبكان مجلس النواب إذا رأى تصويب بعض الأمور أن يقوم بتصبيه وأعتقد أن هذا الاتجاه الآن لأداء غالبية النواب كيف كيف يصحح الخطأ سيدة المستشار الآن أو ما وصفته بالخطأ لا في جالسات المجلس النواب يستطيع أن يعدي القرارات أن يستوفي الاستحقاقات المطلوبة في أي جلسة من المجلس النواب يرى بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها قد يتقذها نعم خطوة إيقافة فتحي بشغة هناك منعتقد ويفسرها بأنها مقدمة لتشكيل حكومة موحدة ضمن صفقة سياسية هل فعلا هذا توصيف سليم لمعجر الآن في ليبيا نحن إذا كنا نريد أن نذهب للانتخابات وكنا نجازين للانتخابات شي طبيعا أن تكون حكومة جديدة وحكومة واحدة لا تنتمي لجهة دون جهة ولا يعني هناك شكوك في أدائها اللي واجبت وبالتالي إذا كنا نريد للانتخابات يجب أن تكون الحكومة حكومة محايدة مهمتها هو أداء الانتخابات يعني لا يوجد شك في نزهاتها أو في إدارة العملية الانتخابية الوقت مناسب لتشكيل الحكومة الوحدة المكلفة بقيادة مرحلة ما قبل الانتخابات والإشراف على الانتخابات بعد أن تتفق لجنة 6 زي 6 على إصدار القوانين أعتقد أن لا يوجد ما يمنع من تشكيل الحكومة والإدرافة العملية الانتخابية متى سترجى الانتخابات وفق اعتقادكم وفق نظركم لطريقة سير اتفاقات لجنة 6 زي 6 نحن بالتأكيد أسترنا القاعدة الدستورية كما تعلمون نعم شكلنا لجنة 6 زي 6 القوانين كما ممعروف صادرة من مجلس النواب سابقا قانون انتخاب الرئيس وقانون انتخاب البرلمان القانون بالتأكيد هو القانون حتى يعدل أو يلغى فلجنة 6 زي 6 بإمكانها أن تعتمد القوانين أن تقوم بتعديل فيها مجلس النواب مجزم بعد الاتفاق صادق على هذه القوانين بعد أن تصدر هذه القوانين يجب أن تشكل حكومة كما قلت حكومة واحدة تستفعى العملية انتخابية تعطى مدة محددة أجل محددة لإجراء الانتخابات في الموعد الذي يحدد نعم نقطة مهمة لنبدأ من مسألة لجنة 6 زي 6 التي من المفترض أن تجتمع بعد أي في المغرب لاستكمال اجتماعاتها إلى أين وصلتم وهل يمكن الحديث عن بداية سياغة البنود المتفق عليها هو الخلاف يعني قد يكون في نقاط فليس كما قلتك يعني من جانبنا القوانين الصادرة إذا أخوانا في مجلس الدولة رأينا تعديل على بعض المواد 2 3 4 مواد 5 ولا حتى تعديل القانون كل يعني يجب الاتفاق على احتمال قانون حتى تتم على أساس الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نقاط الخلافية الآن ما هي أعتقد كما فهمت يعني من التواصل لا هي نقاط الخلافية أعتقد هي قضية الجنسية الزواج الجنسية أنا اقترحت عليهم حقيقة في الزواج الجنسية أننا لا يجوز أن نحر بكل ليبي من أن يكون لديه جنسية أجنبية نحن لا نريد الرئيس أو نائب لديه جنسية أجنبية ولا يكون رئيس أو نائب إلا بعد انتخابه قلنا أنه يعطى فرصة الجميع للتراشح عندما يفوز بالانتخابات يتنازل عن جنسية في أجل يحدد وإلا ما يتنازل يكون الرقم الثنين التالي هو رئيس الدولة أو النائب في مجلس النوم أعتقد أنه لا أمر سهل ويجب محالسة على هذا الأساس أعتقد أن هناك قبول حتى الآن من جميع الأطراف وهذا يخرجنا من هذه الأزمة وأزمة الخلافات وإبعاد فلان وعلا نحن لا نريد أن نستبع دع أحد ولا نهم مش أحد القاضي كما قلت والحكم هو صندوق الانتخاب نعم لا تريدون استبعاد أو استثناء أي أحد من الترشح للانتخابات هو نفس موقف عبدالله باتلي المبعوث الأممي إلى ليبيا في حديث سابق منذ أيام معنا هل هذا يعني بينثما تتفاق ليبي أممي الآن لسه محر الجميع للترشح بما فيهم العسكريين وجوه النظام السابق وغيرهم من الشخصيات الجدلية في ليبيا نعم نحن هذا اتجاهنا أيضا نعتقد أننا سنتزم بما تقرره اللجنة القانون هو اللي يحكم يعني ما تتفق عليه اللجنة 6 زي 6 سيحتمد في البرلمان وفي مجلس الدولة وأيضا يكون هو أساس الاتخابات نعم ولكن سيدة المستشعر دعنا نتحدث بصراحة الاعتراض الآن لموانع أمام ترشح بعض الشخصيات الجدلية حفتر دبيبة سيف الإسلام القذافي لا لا نحن نحن لا نحترض على ترشح حتى كما قلت وعلى مسر أن من يستبعد أو يقرب هو صندوق الأكتراح لا ما يصح لأي شخص لمجموعة أشخاص شعب الليبي هو من يقول من يحكمه عن طريق سناديق الأكتراح أما بالنسبة للدبيبة نحن لن نرفض ترشح لكن هل لا يقبل أن ترشح هو رئيس الدولة التفذية بيد الأموال والأجهزة الأمنية والكتابية والإدارية أعتقد أن هنا تختل العدالة ولن يكون هناك مسواه ما سيمنع إذن؟ ما سيمنع إذن من الترشح؟ ما القاعدة التي على أساسها سيمنع شخص من الترشح لرئاسة ليبيا؟ هي القاعدة اللي ما يقول ما تقولها لجنة ستة ستة القانون نعم لما يصدر القانون هو اللي يحدد الشروطه ولكن على الأقل مقاربة ولكن التوجه السياسي رأينا هي المقاربة للاستبعد أحد وصحاب الجلسية المزودة سيأت فرصة يرشح وبعد يكون رئيس لا نتولى منصبه ولودي اليمين الدستورية في خلال مدة محددة وإلا يكون التالي له هو من يحل المحل نعم بعد أن تكمل لجنة ستة المهمة الموكلة إليها هي الوصول إلى الإطار القانوني لهذه الانتخابات أو قوانين الانتخابات تتحدثون عن تشكيل حكومة موحدة كيف ستتشكل وماذا عن حكومة دبيبة إذن هذا هو لما يصدر القانون نحن نحتاج فعلا إلى انتخابات ولكن نتمنى أن تكون قبل نهاية السنة إذا نريد حكومة تشرف على الانتخابات بالتأكيد سيكون هناك اتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب على تشكيل حكومة هذا ما هو ورد في الاتفاق السياسي عندما يتفق مجلس النواب ومجلس الدولة على تشكيل حكومة يجب أن تكون هي الحكومة الشرعية نعم تذكر معنا سيدة المستشار بأنه في الانتخابات السابقة لم تجرى بسبب ما سمت مفاوضية الانتخابات حينها بالقوة القاهرة التي منعت إجراء هذه الانتخابات إذن تحتاجون أو هكذا يعتقد بأنكم تحتاجون لجهة ما لتضمن سير هذه العملية الانتخابية من هي هذه الجهة الدولية أو المحلية التي تشرف وتراقب هذه الانتخابات أولاً أنا أتقل مع السيد رئيس المفاوضية دكتور عماد السائح وقال لي أنه على استعداد لإجراء الانتخابات لكن الخلاف أنه لا يمكن إجراء الانتخابات ضيلة الحكومتين حكومة الشرق والغرب عندما تتوحد تكون حكومة واحدة وهو جاهز الانتخابات كما قال لي ولكن هو أيضاً يطالب بإشراف دولي وقضايا على الانتخابات لكن أنا أعتقد أن إذا قررت اللجنة القوانين ستتم الانتخابات إن شاء الله مرة أخرى ألا تحتاجوا إلى أي جهة دولية لتساعد ليبيا على الإشراف أو على رقابة أو حتى على ضمان قبول كل الأطراف لنتيجة الانتخابات سؤال قير واضح ألا تحتاجوا إلى أي جهة دولية لتساهم مع ليبيا في مسألة الرقابة على الانتخابات والإشراف عليها وفي الأخير لتضمن كذلك قبول جميع الأطراف الليبية الآن لنتيجة الانتخابات لاحقاً لأننا نحن نرحب بالشفاء بالإشراف الممتحدة وجماعات الدول العربية وكل المنظمات الممعنية بالإشراف على عمل الانتخابات نحن نريد انتخابات نازيهة يقبل بها كل الليبيين وتخرج إرادة الشعب الليبي في من يحكمه نعم سيد المستشعر دعني أتحدث معك بصراحة وأنقل وجهة نظر هي متداولة الآن في ليبيا بعض يعتقد بأن الجميع الآن يسعى لتشكيل حكومة موحدة يقولون إنها للإشراف على الانتخابات ولكن في الحقيقة بحسب هذه الأطراف ليس للإشراف على الانتخابات وإنما لإبقاء الوضع على ما هو عليه وهنا تشكيك برغبتكم ورغبة كل الجهات الليبية على إجراء هذه الانتخابات فعلا الجميع يريد الانتخابات والدليل كنت أمس التقيت عدد كبير من إخوتنا في الشرق في الغرب الليبي كل الليبيين يطالبوا انتخابات والدليل هو تسجيل ما يقارب ثلاثة مليون الليبيين يريدون الانتخابات ولكن لا يوجد في تصوري الآن ما يمنع العملية الانتخابية الآن عندما تنتهي وتمنى أن تنتهي من مهامة قبل نهاية شهر خمسة اللجنة ستة زي ستة عندما تنهي هذه اللجنة مهامة لا يوجد لأي إنسان مبرر بأن يعرق العملية الانتخابات وأن تحجد لأي السبب من الأسباب لكن المطالبين بما هو في مقدمة رئيس مجلس النواب أن الحكومة التي تشرف على الانتخابات يجب لا تكون حكومة تدبيبة ولا حكومة سيد فشغة نعم حينها كيف ستشكل حكومة لهذا الغرض تحدد مدتها بعادة قليل ومهم محددة لديكم رؤية واضحة حول شكل هذه الحكومة وحول من سيقود هذه الحكومة نعم هل لديكم رؤية واضحة حول شكل هذه الحكومة من سيقود هذه الحكومة ترشحون شخصية ما لقيادة هذه الحكومة حكومة الوحدة نحن كما قلت بعد تنتهي لجنة ستة زي ستة سنتقي مع السادة أعضاء مجلس الدولة وسنتفق على تشكيل حكومة مصغرة ستكون مهمة بالدرجة الأولى انتنها الاستحقاق الانتخابي نعم لا يشكك أحد في نواينا فيما يتعلق بتشكيل حكومة حكومة وحدة وطنية نعم الجميع يتاح له الانتخاب لا يوجد مبارن لأحد يعلق انتخابات السيد دبيبي بيرشح أي إن كان يبرشح سيد بسير خليفة حافتر أي إن كان يترشح للانتخابات وتوفر فيه السروط يترشح وعلينا جميعا أن نقبل لتيجة الانتخابات كما تظهر بانتخابات نازية والشفافة وتحت إصراف الدولي كما ذكرت نعم هنا دعنا ننتقل لتصريحات عبدالباتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا في مقابلة سابقة منذ أيام فقط معنا عبدالباتيلي المبعوث الأممي قال إن مجلسي النواب والدولة انتهت ولايتهما ودائما هناك حديث وموضوع جذلي في ليبيا حول شرعية مجلس النواب ومجلس الدولة كيف تردون لا هو أولا سيد باسيلي ليس أمان يعطي الشرعية لمجلس النواب ولمجلس الدولة لكن أعتقد أن التعبير يعني خانا التعبير يعني يريد أن يقول أن هذه الأسام تحتاج إلى تجديد الشرعية لكن فيما يتعلق بين الولاية الولاية يقررها الدستور الدستور الليبي يقول إعلان دستوري يقول مجلس النواب هو السلطة التشريعية حتى يتم انتخاب مجلس النواب جديد الاتفاق السياسي يقول أن مجلس النواب والسلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا طيلة الفترة الاتقالية فمن أين انتهت البدة لا توجد بدة محددة مجلس النواب وأنه أيضا من مصلحة الوطن أن يستمر في مهامي حتى ينتخب مجلس النواب جديد وأتمنى أن يكون الانتخاب في أقرب وقت ممكن لكن أنت التعبير غير دقيق ربما يحتاج إلى تجديد الشرعية وفعلا نحن نطالب انتخابات حتى تتلقى السلام جديدة ووجوج جديدة ولكن في كل أحوال هو يقول بأنه يحتاج للتعاون معكم وطالبكم طالب كل الأجسام الليبيا الآن بإظهار حس النية من أجل إجراء هذه الانتخابات إلى أي درجة أنتم الآن في تعاون واتصال معالم المطلوب؟ الحكم بالظهر والله يتولى الصراير نحن ما نعلن عليه أن نريد الانتخابات ومخلصين فعلا لإجراء الانتخابات لكن تقديرات أخرى ويمكن ما يمكن وكذا نحن صراحة نريد الانتخابات ونريدها في أول وقت ولكن طبقا للقوانين وتحت إجراف دولي وحكومة مهمتها محددة للانتخابات فقط ولا تطلع لها لترشح لرئاسة الدولة مرة أخرى نعم قبل الحديث كذلك عن الانتخابات ربما يجب الحديث كذلك عن ملف المرتزق الأجانب هناك لجنة معنية بهذا الملف ولكن أنتم كجسم الليبي موجود الآن معنيون أيضا به ما مقاربة مجلس النواب حول إخراج المرتزقة من ليبيا؟ مجلس النواب بكل صراحة رئيسا وأعضا لا نريد أي قوات أجنبية في ليبيا ولكن يجب أن تعمل عملية عن طريق المجتمع الدولي تخرج هذه القوات بطريقة منظمة وجميعها وفي وقت يحدد لكن مجموعة من القوات تخرج مجموعة تبقى مجموعة كذا ولكن نحن لا نريد أحد في بلادنا لا قواعد عسكرية ولا قوات عسكرية أجنبية نعم بالعودة للحديث عن البرلمان الليبيو عن ما جرى في جلسة إيقاف فتح باشاغة وما وصفها مجلس الدولة بالإجراء المريب من قبله ولكن هل صاحب أن تمت أجواء متوترة اليوم بحسب مصادرنا تقول أن تمت أجواء متوترة داخل البرلمان هناك جبهة معارضة كبيرة لكم كنتيجة منطقية للأجواء المتوترة نرى هذه القرارات غير المتفق عليها لا أنا حقيقة لا أحكم إلا بدليل لكن اللي واضح كما قلت يعني في الإجراءات لا تتخذ الإجراءات القانونية الصحيحة وهذا الأمر يقع يعني كونسان يقع في الخطأ ولكن العيب هو عاد استمرار في الخطأ مجلس النوبة السلطة التسرعية الوحيدة في ليبيا بإمكان مجلس النوبة أن يراجع قراراته أو يسرع بعملية التحقيق كما قرر للوصول إلى نتائج جامعة يجب على أن يحدد حتى مدة أداء اللجنة لمهمها لجنة التحقيق وبعد هذا الإجراءة يجب أن يتخذ الإجراءة الصحيح إن رأى صحب ثقة من الحكومة علينا أن يتخذ الإجراءة القانوني حاصل قانون مجلس النوبة إن رأى توجيه الحكومة أو سد أي نقص سواء في التشريع أو في عمل إدارة فهذا واجب مجلس النوبة يعني بعد التحقيق هذا يمكن أن يعود فتحي باشغة لرئاسة الحكومة شي طبيعي وإلى أن يكون حكمنا مسبقا قبل التحقيق يعني بعد تقرير لجنة التحقيق ربما الرجل يوضح لمجلس النوبة لا توجد حقا ولا توجد مبررات أو الموضوع لا يستحق سحب ثقة من الحكومة توجيه أو تعديل أو أي شيء آخر لكن الحكم قبل التقرير ومناقشة مجلس النوبة لتقرير اللجنة يكون حكم مصابق لهواني نعم في الحقيقة أعطي لمسألة القلمان نعم سيد المستشار قصدي يعني التحقيق بنقولون أن حقيقة بنت التحقيق يعني بعد التحقيق سيتدع لمجلس النوبة يتخذ بالإجراءة أما سيد باشغة يثبت أن لا شيء عليه ويستبرع أو يقرر سحب الثقة وطبقا للإجراءات الصحية نعم أعطي لمسألة القلمان بسبب بعض التقارير التي تتحدث عن بعض الخلافات ربما تحالفات جديدة في شرق ليبيا اليوم داخل البالامان وحتى في الشخصيات التي في شرق ليبيا ما علاقتكم اليوم مع كل الأطراف الليبية وأقصد الآن تحديدا خليفة حفتر علاقتي جيدة بعد جبية من المعروف أن ليس لديها قد يكون لديها خصوب في وجهة النظر السياسية لكننا نتعامل مع الجميع ونتعاطى مع الجميع ولكن حل قضية ليبيا كما قلت لها الانتخابات النازل يجب يحرص على الجميع في الداخل والخارج من يريد مصلحة ليبيا الأمر بسيط جدا وهي حكومة واحدة تشرف على الانتخابات والقوانين أعتقد أن من الناحية التشريعية القوانين جاهزة احتاجت تعديل كانبيا وإلا تحتاجت تعديل القوانين المفوضية كما قال السيد رئيس المفوضية إنه جاهز يريد سلطة واحدة فقط وهو محق في ذلك أيضا إذا كان هناك تزوير كما يقال الآن السيد النائب العام قائم بواجب على كمالوجه هذا الأمر لا يستغلق الوقت وتلغى الأرقام المزورة وتنتهي عملية الانتخاب إن شاء الله هل تنون الترشح للرئاسة؟ هل تنون الترشح للرئاسة؟ هل تسمعون سيدة المستشار؟ ترشح للرئاسة؟ أم تنون دعم شخصية أخرى ربما؟ حقيقة قبل ما تنتهي هذه العملية لم أقرر قرار رهاي يعني بعد الانتجاه الانتخابات وتستقر البلاد ونتجه فعلا الانتخابات وتحدد موعد الانتخابات وتمتح بواب الترشحة سيحدد موقف من هذا العمل شكرا جزيلا لك شكرا على قبولك الحديث معنا مرة أخرى رئيس البالامان الليبيع قيلة صالح شكرا شكرا مشاهدين كذلك على متابعة لهذه المقابلة الخاصة مع رئيس مجلس النواب الليبيع قيلة صالح شكرا شكرا لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب الضغط على سر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات شكرا